السلام عليكم الابنات كديري اللبس عليكم كنتم نتقونو كلكم بخارو على خير وانتم في هذه الظروف الحالية ان شاء الله يدوز هذا الشي كل شي بخارو على خير ويعني تجي واحد ما يتضر فينا ان شاء الله المهم انا في هذه الظروف كان نحاولو نديرو شي حاجة في الدار نشغلو وقتنا وكل شي بأننا ما كنخرجوش ديجا انا بيتي كان خاصني اني نصبغو مدة هذي دا باك نقول خصنا نصبغو خصنا نصبغو وما كيكونش عنا الوقت كما كتشوفو انا كنشارك معاكم دابا يعني الغرفة ديالي ديال النوم كما كتشوفو راح كين فيها بعض البقع ديجا انا فاش نزعمالي كي عارفوني وهادا عارفوني بأنني مؤخرا قديت الدار وكل شي يعني قد دياش حاجة في الدار وكين بيتي خليتو كما هو ممسيت فيه تشي حاجة كما كتشوفو كين في دياش ديجا كان عندي ان البيت ديالي كل شي في اللون اللي غري كان غري خفيف وبانو في دياش وذاك شوفو كين سبغلين الواحد البلاسة في الدار دوك دياش حطى ليهم ولكن ما كانش اللونه نفسه يعني كين واحد ديفيرون بين هذك اللون اللي كاللون والثاني بقاولي دياش وهذا المهم قررنا اننا نصبغوه ولكن قلت باش انني غادي نصبغ صراحة دبا حايرة ما عارفش اللون باش غادي نصبغ وباغي اندير عليه واحد البابي ديجا انا تقضيتو شحال هذي حطيتو كينما قلت لكم جات الفرصة دبا اننا نديروه ومهم خليكم مع ايا انا غادي نشارك معاكم جميع المراحل البيت ديالي كيف كان انا شاركتو معاكم وغادي نشارك معاكم حتى كيف اشغالي في الصورة النهائية بما اننا احنا قلسين في الدار مكين وفي الدار الاخ ديالي والزوج ديالي هم غايت تكلفوا فدل مهمة وغادي سبغوا لي بيتي يعني رهما غادي نجيب شهر مهم جبن واحد البلاستيكي ما كتشوفو غطينا بها الارض باش من باش من نوصخوش الارض بالنسبة للصبغة معا اننا نحنا كينين في الدار ما غانديروه شي صبغة اللي فيها الريحة يعني غانديرو الصبغة العادية اللي ما فيهاش الريحة هي اللي غادي ندير وغادي ندير فوق منها والكولة كتمية كولة ديال الصبغة كدر الفوق باش من هذا باش نقدر نغسلها لفيها شي طفل حجة نمسح وكل شيء المهم انا بقي حيرا في الكولور اللي غادي ندير كلا حيط يكون في لون يعني بغايت ندير كل حيط يكون في لون والحيط اللي غادي ندير فيه البيض بغايتو يكون في لون البيض يعني يكون خفيف بيض وهو اللي غادي ندير نلصق عليه النموسية والحيط اللي غادي ندير يكون خفيف مل امام تلاحظوا عناش انا بغايت ندير الغاز خفيف وبغايت ندير المف خفيف وندير القري المترجم الى المترجم الى المترجم الى المصدر لانه اصلا مهلش يبقى فيه بزاف و هادو وقول مخلوه يقري غير غير مقريه شوية هاداك القري فقط وهنا يا كما كتشوفو الحيط الاول هادا اللي تصبغ سبغوها الى الموف والحيط الاخر تصبغ بالغوز والاخر هذا البيض هذا البيض صراحة صورة لا أعطي الحق حاولت نصور لكم جميع النواحي لا أعطينا الصورة مضبة لا أعطينا الواقع أتمنى أن يكون واضح لكم هذا البيض هذا البيض هذا البيض هذا البيض هذا البيض هذا البيض لأن الواقع واضحة لا أريد أن أعطينا لماذا أعطينا الضوء في البيض لا أعطينا المهم سأشرح لكم بالنسبة للألوان هنا باين هذا البيض هنا تلغوز كما ترى هذا هو البيض الذي سنقوم بالحيط بعد أن أصبغوا الحيط تقريبا يومين أصبغوا الحيط قدوا ترى الزواق البيض كما ترى الزواق لأنه المهم لم أرى الزواق أقوم بها لقد أجدت ألوان أمم لقد أرغوز كما أنه يتكرم لأرغوز لكن يتكرم لأنه يتكرم بلا أنه لا أرغوز لم أرغوز لقد أرغوز أرغوز في كتن لقد أرغوز المهم سألصقه في هذا الحيط سألصقه على طريقة بالنسبة لبابي سألصقه في الحيط كله سألصقه سألصقه القياس المهم القياس سألصقه 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 بنفس المخصص سألصقه سألصقه أذن تطبيقه سألصقه وستحيضه لن أضفق لأنه سألصقه وقم المرسو من داخلها وقم المرسو من الخلق تقوم بالنسبة للتحط تقطع وقم المرسو من الخلق وقتفيني والتحط و هنا يجعلها تغير تغير فعلا... انا حسيت بالتغيير الوحدة الدرجة كبيرة في البيت لانه تبدل بمعنى الكلام وهنايا فاشتلسكوليا مخصو بثلاثة كما كتشوفو بالنسبة للعرض اليالوراه هو العرض اليالوه هاداك مقصنا فيه اتشي حاجة احنا لسقنا غير مخصو من فوق تلتحت فقط هذا ما كان انسيت ما كتلكم راه ديجا هما يا راه من فوق السبا غادروا ديك الكولة كما كتشوفوها سوف نسحو بكل سهولة يعني عنده الزويف ندير في شي بخود بيولاده ونمسح الحيط والقريكي بما كتشوفوه هادا وهذا الموف هادا الحيط جاو مناسقين مع البابي لانه كيبان خطير في الواقع صراحة هادا انا بغيت نشارك معكم هادا اللي زيت تعجير اللي غادي ندير في الحيط فوق اه النموسيا يعني النموسيا الفوق منها هادو ديجا انا كنت شوف شوفوا الروينة هادو انا ديجا كنت ديرهم اه داري في تيزنيس فاش كنت ساكنة في تيزنيس كنت دير هادا اللي زيت تعجير كيم ما كتشوفوه هادا مرادي جا كنت خدام بيهو ولكن من بعض مرحلة طورون ما لقيتش لوقيته فاش نقدم و لارد نديرهم مع وثاني مكتب عليهم يدارو حتى اليومه هادو انا كنت دير عليهم فاش كنت مركبهو فضاري في تيزنيس كنت دير عليهم اه الفوتو ديال العرس كنت دير عليهم الباخوفان و دير عليهم بعض الشميعات كيف تشوفوهم بعد مركب اللي زيت تعجير صراحة خطيرين 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 كيف تشوفوهو اشتركوا في النواغ لان اصلا انا بيت النواغ ومخدهم بالدهبي يعني عندي النواغ والدهبي في البيت النواغ سنضغط فوق منهم الفطو ديال العرس ودابا ستزيد الفطو ديال والدي تاهو مقاعدين عندي ديجافليكات سنضغطهم مع بعض الشميعات بشيء بشيء نتمنى انكم تشاركوا معي الاراء أخبركم نطعم أيضا ما أعجباتكم انا أقضى نقوم بشكل مرحل كما كانوا لا تخبروا كما سأقوم بشاركوا معي الاراء تشاركوا معي الاراء كما أصدقكم التغيير اذا كانت أقوم بشيء مرتدي اقولوا هاليا في كومنتار ونضيفها ان شاء الله المهم سوف نفرح بشيء المهم من بعد هذا التمار الذي يضرب الزوج والأخ في بيتي ضروري خصني ندير لهم شيء المهم أنا درت لهم البانكيك كما تشوفوا المهم إلا بغيتوا الطريقة كتبوها في كومنتر إن شاء الله نعود نديرهم ونبارتاجهم معكم بالمقادير وكل شيء مهم درت لهم البانكيك وكيكا ديالهير نيس ديجارة نبارتاجها معكم في القناة تشوفوا رائلا خرجت سقطتها جاءت على هادشكل كنتمنى تعجبكم وتجربوها هرا هرا ندرب لكم موعد في فلوغ ثاني إن شاء الله مع الروتي المنزلي اللي احنا فيه دابة إلا كتبغيتوا نبارتاج معكم شيء خليوها لي في كومنتر ونبارتاجها معكم على الرأس والعين لا تنساوش لي زابون ولي لايك ديالكم زوينين ولي كومنتر الأرواح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر